ومازال حدثنا مستمر عن التصعيد في قطاع غزة المستمر لأكثر من 34 يوم وجهود كبيرة بتقوم بها الدولة المصرية في المصار الإنساني ودعم أهالي قطاع غزة من خلال توفير المساعدات الإنسانية والطبية والغدائية ويمكن لحد دلوقتي وصل إجمال المساعدات المصرية فقط لحوالي 6000 طن ده تقريبا أكثر من ضعف حجم المساعدات الوصلت من باقي الدول المنحة فعلا جمانا مصر هي في مقدمة الدول المنحة لبتقدم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة حسب التقرير الأخير للهلال الأحمر تعالوا نعرف تفاصيل أكثر عما تم من تقديم لمساعدات إنسانية وكمان أليات دخولها إلى قطاع غزة منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر الأستاذ عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي صباح الخير على حضرتك صباح النور على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين حابين في البداية نتعرف حتى هذه اللحظة حجم المساعدات اللي قدمتها الدولة المصرية لأشقائنا في قطاع غزة طيب خليني أبدأ مع حضرتك بالبداية بعد اندلع الأحداث في 7 أكتوبر بالشكل اللي شفناه كلنا وبعد توجهة الساد الرئيس بضرورة تحرك التحالف الوطني للعمل للأهلي التنموي التحرك اللي يليق بالشعب المصري ويليق بالدولة المصرية في دعم أشقائها وكمان يليق بحجم اللي بيحصل داخل غزة من احتياج شديد للعون والمساعدة التحالف الوطني فورا شكل غرفة عمليات مركزية وغرف عمليات داخل مؤسسات التحالف تحركت غرف العمليات على تخطيط محكم لشغلها على تقسيم مهام على رصد الاحتياجات في البداية على تلبية الاحتياجات بشكل برضو يتسم بالتنظيم والدقة عشان يبقى فيه تحقيق لأهم الأهداف وعشان يبقى فيه سرعة في التنفيذ وعشان يبقى فيه جودة كمان في الأداء وعشان نلبي زي ما قلنا طموح الشعب المصري كله في دعم أشقان التحرك بدأ بتقسيم الاحتياجات لقطاعات ثلاثة أساسية القطاع الطبي وشفنا قد ايه من أول يوم للأحداث قد ايه القطاع الطبي في داخل القطاع كان بيئن مع تفاقم الأحداث يوم بعد يوم اتلاقينا أن القطاع الطبي بيتحمل أضعاف قدراته الاستيعابية فكان لابد أن احنا ونخطط للمساعدة نبقى عيننا على الاحتياجات الطبية بالتوازي مع الاحتياجات الطبية شفنا أعداد نازحين وشفنا أسر بتتدمر منازلهم وشفنا أشكال إغاثية أو أشكال من الدعم لابد أنها تتحرك في مجال التأمين لاحتياجات الغذائية لمواطني قطاع غازة ده طبعا بالإضافة أننا مقبلين على فصل الشتاء ومعظم الأسر تحركت من منازلها لمدارس الأنروا زي ما بنشوفه ونتابع وبعدها حل ضيف على أسر تانية وبعدها تعرض لحالات وفيات وجروح بالمئات ما كان بالآلاف فالحقيقة ده كل استدعى برضو أننا نتحرك على المستوى الإغاثي بتوفير خيام بعض الخيام وبتوفير في الأصل بطاطين وملابس الحقيقة التحركات التلاتة والمسارات التلاتة على مدار 34 يوم من بداية الأحداث أسمرت القيمة اللي كلنا في التحالف بنفخر بيها وهي أن مصر كانت الدولة الرائدة والدولة الأولى في تقديم المساعدات وعايز أقول لحضراتكم كمان الحقيقة الموضوع بالنسبة لنا مش بس في الكام الموضوع بالنسبة لنا في التحديات اللي كانت بتواجهنا وقدرنا نتخطى ده سؤال حضراتك التالية فندم يعني حضراتك تحدثت عن سرعة الاستجابة وصرعة التنفيذ وأيضا الجودة على أي أساس بيتم تحديد المساعدات أو المساعدات نوع المساعدات غذائية أو الصحية أو ما إلى ذلك في الشحنات الكامل ونتكلم عن الكام ونتكلم حتى عن الأولويات بيتم تحدثتها إزاي؟ هل بيتم من رؤية تقديرية لما يحدث في القطاع ولا بيتم في تنصيق بين حضراتكم وبين على سبيل المثال الهلال الأحمر أو صريب الأحمر الفلسطيني؟ ده يعني سؤال جيد جدا ويخلينا يعني نطرح أو نستعرض دور مهم كانت بتقوم بورفة عمليات التحالف وورف عمليات مؤسسات التحالف بداية العمل التنموي والعمل الإغاث الناجح الوقوف على أهم الاحتياجات الفعلية للمستهدفين التحالف من بين أهم مزاياه التنسيق الدائم والعميق مع كافة الأجهزة التنفيذية داخل الدولة المصرية والأجهزة السيادية اللي بدورها بتتواصل مع باقي الأجهزة داخل قطاع غز وبالتالي كان عندنا كم معلومات يسمح لنا أن نتخذ قرارات بشكل صحيح كان عندنا رؤية واقعية لطبيعة الاحتياجات داخل القطاع وكان عندنا رصد بقدر المتاح رصد لظروف ومعاناة أهلين وبالتالي سمح لنا هذا الكم من المعلومات سمح لنا هذه القدرة على التواصل أن ناخد خطوات فعلية لتلبية الاحتياجات ومن هنا كان التحالف تحرك نوعي بمعنى أن الشكل التقليدي على سبيل المثال للمساعدات الغذائية اللي المفروض أنها تتقدم اللي بنقدمها في كل أشكال الإغراسة كان لابد من إعادة النظر فيه إحنا شايفين أهلين في القطاع ما فيش كهرباء ما فيش مية ما فيش مواد قابلة للاستخدام في الطهي على سبيل المثال وبالتالي كان لابد أن نفكر أن المواد الغذائية اللي تتقدم تحافظ على قيمتها الغذائية تبقى مناسبة في القيمة الغذائية لطبيعة المستفيد في ظرفه وأنه بينهم أطفال وجرحة وأشخاص زوئي عاقة وسيدات حوامل وغيره وفي نفس الوقت تبقى سهلة الاستخدام وسريعة الاستخدام وكمان تناسب ظروف الانتقال والصفر وخصوصا أننا في البداية يمكن حضراتكم تابعتوا الشباب ومتطوعي التحالف رسم ملحمة في الإصرار على توصيل المساعدات دي نقطة الكتابة سيسر حرك فيها لأن فعلا الملحمة الإنسانية اللي احنا شفناها دي وراها جيش من المتطوعين والشباب المصري اللي بجد يعني يفرح ويشرح القلب عدد كبير جدا ومتطوعين بيقدموا رسائل إنسانية مهمة جدا بيشتغلوا في كل التفاصيل في كل نقطة من النقاط الخاصة بتقديم هذه الخدمات الإنسانية وتوزيع العبوات والكالاتين الخاصة داخل الشحنة بتصنفها كمان حابين نعرف السادة المشاهدين الدور البطولي اللي بيقوم بالمتطوعين في المساعدة في تقديم هذه المساعدات الإنسانية الحياة قطاع التطوع داخل التحالف كان على مستوى الحدث وكان على مستوى الاستجابة وكان دايما يعني الحياة كان في العون وقت الاحتياج فبمجرد برضو يعني بدأ بداية التحرك والتخطيط للتحرك الشباب اشتغلوا بحماس شديد شاركوا في حملات التبرع بالدم مش بس انهم يبدروا ويكونوا في صدارة المتبرعين عشان يحمسوا الناس لا دا يتحركوا ما بين الناس كمان ويدعوهم للتبرع يحفظوا وخصوصا اللي منهم زوخة الفياة طبية على جودة التبرع وعلى آلية التبرع والمشاركة في التبرع بذاته ده على مستوى الأرض ده بالإضافة طبعا للمشاركة في جمع التبرعات والتعبئة والتغليف الصورة الإنسانية الأروع وأظن أنها هيذكرها تاريخ العمل الأهلي المصري هو اعتصام شباب التحالف أمام المعبر لأيام وكانوا بوصلوا النهار بالليل في الأيام طويلة داخل المعبر عشان يوصلوا رسالة لضمير العالم بأهمية فتح معبر رفح ودخول المساعدات الإنسانية كأبسط حق من الحقوق التي أقرتها المواصيق الدولية وقت الحروب الرسالة كمان التي لا تخطئها العين هو فكرة أن الشباب لحد النهاردة وإن شاء الله يكون مواصل في الفترات الجاية عدد كبير من الشباب ومن البنات بدأ التطوع من زاوية أنه شايف أنه لا بد أنه يترجم تعاطفه ويترجم رغبته في المساعدة الفاعل وبالتالي أنا عايز أقول لحضراتكم مبارح على سبيل المثال وأنا بشرف أني مدير المركز الإعلامي وقطاع التطوع في صنع الخير عضو التحالف مبارح كان فيه لقاء مع مجموعة من المتطوعين مجموعة جدد من المتطوعين من محافظة الأليوبية قد إيه لما حضراتكم تسمعوهم حريصين أنهم يبدأوا التحرك فورا لدعم أهلنا في غزة ومش بس دعم أهلنا في غزة الحقيقة كانت الفكرة بقى أنه ها طبعا هنبدأ نتطوع لأهلنا في غزة طب ما هذا فرصة كويسة جدا أن أنا أبقى أعرف يعني تطوع وأبقى أعرف يعني إيه خدمة تنموية مجانية لأهلنا عند الاحتياج كل تأكيد طيب ممكن إحنا كل ده يا أستاذ أسمى نتكلم على الجانب الإنساني الإيجابي من إرسال المساعدات والتطوع واللحمة والتعاطف حتى مع الشباب المصري والشعب المصري مع إخواننا في قطاع غزة لكن للأسف في معوقات أيضا بتواجه إدخال هذه الشاحنات والمساعدات الإغاثية لأهلنا في قطاع غزة لو حديك تقول لنا وتوضح لأستاذ المشاهدية فاندم عن هذه المعوقات والتعنت من الجانب الإسرائيلي وضح لنا الصورة يا فاندم أكتر طيب الحقيقة التحديات اللي قابلت التحالف مع بداية انطلاقه في في تمثيل الشعب المصري كله في دعم أهلنا في قطاع غزة كانت بدايتها الحقيقة تحدي الوقت وتحدي الوقت احنا كنا بنشوف الدقي حجم المعاناة بشكل يوم الحقيقة صدمتنا كلنا كانت في أنه في الوقت اللي احنا بنتحدى في الوقت ونحاول نتحرك أنه يتعنت ويتسب الصلف الجانب الإسرائيلي في دخول المساعدات وهنا الحقيقة برضو زي ما قلت لحضراتكم كان لابد أنه التحالف بكل أجهزته ومتطوعي يتحرك على الأرض تحرك نوعي الحقيقة فكرة الاعتصام وفكرة رفع شعار مرابطون حتى الإغاثة كانت أعتقد أنها كانت فكرة مؤثرة طبعا بالإضافة لضغط وتحرك سريع من الدولة المصرية بكافة مستوياتها حتى المستويات العليا وهنا العالم كله شهد للسيد الرئيس بالتحرك السريع لأهمية دخول معبر رفع في نقطة الحقيقة مهمة جدا كمان التحالف وكل الدولة المصرية الحقيقة صارت عليها لو حضراتكم تذكروا مع بداية الدخول المساعدات كان دخول المساعدات بعداد قليلة كان المتوسط اليوم لدخول الشاحنات لا يتجاوز من 15 ل20 شاحن وصل لكام دلوقتي يا فن احنا يعني تخطينا المية ونأمل ان احنا نكون محافظين على التخطي المية لانه رغم ان احنا بنتكلم على انه كان قليل 15 ل20 وبنتكلم ان احنا وصلنا المية الا انه الاحتياج الحقيقي احنا شايف حضرتك معاناة بتتفاقم يوميا واعداد يوميا بتدخل بتزيد الوضع بيسوق بالزبط وكمان يعني الحقيقة قطاع غزة على المستوى الاقتصادي تقريبا في حالات الحروب وزي وزي كل الدول اللي بتاخد حروب يعتبر قطاع مشلول وبالتالي انت حضرك بتقدم دعم لما يقرب من 2 و4 من 10 مليون مواطن العدد ده مش سهل الحدث كمان والظروف اليومية اللي هما بيمروا بيها ظروف مش سهل وبالتالي يعني اسمحولي برضو هنا انا برضو يعني الحقيقة بنتهز فرصة وجودي مع حضراتكم وبدعو كل مواطن مصري يعني عايز يترجم فعله او تعاطفه لفعل عايز يترجم يعني دعمه لأهلنا في غزة لعمل حقيقي انه يشارك مؤسسات التحالف عشان يعني التحالف بيتوحي الفرصة دي عشان الحقيقة نقدر نواجه ونكمل بالشكل اللي احنا مكملين اظن ان احنا كمصريين دايما في اوقات الشدة والمحن دي المعدن المصري بيبان فيها جدا في الاوقات الصعبة دي للأسف شديد الايام اللي فاتت اخبار يعني بتجينا من غزة طبعا في انهيار كامل او شبه كامل للمنظومة الصحية داخل قطاع غزة والحديث هنا على نقص العلاج الكيميائي لمرضى السرطان مرضى الاورام وتحديدا من الاطفال الاولوية طبعا الصحية موجودة طبعا عند حضراتكم طبعا في التحالف الوطني بشكل كبير لكن هنا ازاي ممكن نساعد في هذا الاطار ازاي ممكن نوفر علاج لهذا العلاج ممكن يهدد حياة كل الناس المصابة او اهلنا المصابين بالسرطان والاورام في غزة الى الموت فهنا فيه حاجة ملحة لإدخال العلاج الخاص بالاورام هو فعلا طبعا المعاناة داخل قطاع غزة وفي القطاع الطبي بشكل خاص واخدأ ابعاد خطيرة وخطيرة للغاية طبعا احنا شايفين اعداد المصابين فوق طائد اي قطاع طبي في العالم داخل حيث جغرافي وشايفين كمان اعداد الوفيات بحجمها يعني ربنا يا رب يجعلهم من الشهداء وطبعا مرضى الامراض القطيرة والمستعصية بيتحملوا عناء شديد التحالف بكل مؤسساته اشتغل على قيمة ادوية حط لها اولوية في توفرها لصالح اهلنا في غزة يعني لو حضرتك تتبعنا القيمة دي بداية بالمضادات الحيوية اللي بتستلزم او بتحتاجها بشدة اعداد المصابين الضخمة ادوية الحروق من الدرجة الاولى والدرجة التانية والدرجة التالتة كمان مستلزمات غرف العمليات ومستلزمات الكسور ده في جانب الجانب التاني وبالتوازي معه توفير الادوية زي ما حضرتك ذكرت للحالات الخطيرة زي امراض السرطان والحياة فيه كمان جوانب صحية لا يمكن لا يمكن اغفالها يعني مثلا على سبيل المثال قطاع غزة فيه خمسين الف سيدة حوامل من المتوقع انهم يضعوا مولدهم خلال الفترة الحرب وبالتالي فيه مستلزمات لابد لابد انها تتوفر من هنا التحالف زي ما قلنا من البداية بتحرك بشكل مدروس للإحتياجات وبيتحرك بأقصى سرعة وبأكبر كفاءة ممكنة عشان يبقى على مستوى الحدث عشان يبقى على مستوى التعبير عن نبض الشارع المصري بعيد حتى عن الكلام الانشائي التحالف وهو بيدخل على سبيل المثال في سلسلة التحركات الأولى أكتر من 300 ألف عبو الدواء كان عامل في حسابه التنوع لما نقلنا وغيرنا الاستراتيجية من فكرة القوافل الممتدة لفكرة الجسر البري الممتد من القاهرة والمحافظات إلى معبر رفح ومن ثم إلى داخل القطاع كان كمان في تغير نوعي في الاهتمام أكتر بالأدوية الأكثر احتياجا والأكثر ندرة في القطاع والأكثر تأثيرا على المصابين والمرضى واللي عدم وجودها بيعرضهم لفقد الحياة أعتقد أنه إحنا كمان ما زلنا عند يعني عند حسن ظن الشعب المصري كله فينا بأن إحنا بنحاول على قد ما نقدر نسعى بأقصى جهد لتوفير الاحتياجات لكن برضو ما زلنا في احتياج لكل تحرك معاني ما زلنا في احتياج للفرق الطبية اللي ممكن تجهز عشان لو فيه تحرك داخل قطاع غزة عندنا الشركات الأدوية كل من يستطيع الدعم والمساعدة حيتلاقى خريطة للمساعدات وضحة وصريحة يعني اسمحوا لي باعتباري برضو مدير المركز الأرغامل لمؤسسات صناعة الخير احنا كمؤسسة بنشرف ان احنا بنحط قدام كل من يريد الدعم خريطة وضحة للتبرعات سواء في الاحتياجات الغذائية سواء في القطاع الطبي سواء حتى في الملابس والبطاطين كمان بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ننقل بشكل حي صور التعبئة ونقل عشان نخرز الألسان اللي بتشكك في طبيعة المساعدات وجودتها كمان يعني الحقيقة نضع حد للشائعات حوالين أصل المساعدات ما بتدخلش المعبر أصل محرش مزايدات يا فاند معنا الدول المصري حتى والعمل الاهلي التماوي والعمل المجتمعي طبعا تجاه أشقاءنا في قطاع غزة لكن سؤالي كان لحضرتك متعلق أكتر بعد ما بتخرج الشاحنات من معبر رفح باتجاه قطاع غزة لو حضرتك تنقلنا صورة للمشاهدين طيب هقول لحضرتك برضو إحنا كمجتمع مدني مصري دورنا بالتوصيل المساعدات والتنسيق الشديد مع الأجهزة السيادية والأجهزة التنفيذية المعنية بما بعد معبر رفح إحنا وصلنا المساعدات ودخلت المساعدات اللي بيحصل على أرض الواقع أنه بتستلم المساعدات جهات دولية زي الأنروا وبتبدأ توصلها لمخازنها وده طبعا اللي تم التوافق عليه ما بين الدول الكبرى واللي مصري كانت حريصة إنها أنه يتم تنفيذه بشكل دقيق من بعد الوصول لمدارس لمخازن الأنروا بتقوم جهات دولية برضو بالتوزيع وبيتم يعني التنسيق داخليا داخل القطاع إنه المساعدات تتنقل بأسرع ما يمكن وتتوزع بشكل عادل على كل المحتاجين لكن برضو خلوني أكد لحضراتكم إنه رغم العدد رغم الكميات المساعدات الضخمة اللي بتدخل لكن الاحتياج أكبر المساعدات ما زالت عند الحد الأدنى إن لم تنخفض عن الحد الأدنى من تلبية الاحتياجات بنشكر حضرتك أستاذ عسامة عبد الرحمن عضو التحالف الوطني العمل الأهلي والتنموي بشكرك شكرا جزيلا وصباح الخير على حضراتك شكرا نفهم صباح النور على حضراتكم جميعا شكرا